رئيس غلطة سري وجه انذاراً أخيراً لزياش قبل الحسم في مصيره كشفت تقارير إعلامية أن أردن تيمور رئيس نادي غلطة سري وجه انذاراً أخيراً للدولي المغربي حكيم زياش خلال الحصة التدريبية التي شارك فيها أمس بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا وأشارت صحيفة فوتسبور إلى أن رئيس نادي غلطة سري حضر الحصة التدريبية لفريقه أمس وتحدث عن مجموعة من الأمور التقنية مع المدرب أوكان بوروك من بينها الحسم في مغادرة مجموعة من اللاعبين مثل سيرجيو أوليفيرا وويلفريد زاها وحكيم زياش وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس الفريق مقتنع بإمكانية التخلي عن حكيم زياش المعاري إلى غلطة سري من نادي تشيلسي على أن يوجه له آخر انذار للإقناع أو سيتم استبعاده من الفريق بعد نهاية الموسم الكروي الحالي مشيرة إلى أن الرئيس تحدث فعلا مع زياش وأبلغه بأنه قد يكون التالي في لائحة المغادرين إن لم يتحسن مردوده في باقي مباريات الموسم وبات في حكم المؤكد عزم نادي غلطة سري على عدم تفعيل بند شراء عقد حكيم زياش بسبب فشله إلى حدود الساعة في إثبات نفسه في إسطنبول بفعل الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الأمر الذي يهدد بعودته إلى سقيع لندن مع ناديه تشيلسي في حال عدم توصله بعرض آخر خلال المركات الصيفي المقبل وشارك زياش في أربعة عشر مباراة مع ناديه غلطة سري خلال الموسم الجاري سجل خلالها أربع أهداف مع مساهمته بتمريرتين حاسمتين ترجمة نانسي قنقر